دخلنا في فكرة الفيب أساساً كانت فكرتها أنه وسيلة حسب كلامهم كان في الأول آمنة لتبطيل السجاير بس عشان أبطلها يعني التكنيك الصحيح بتاعها علمياً إزاي بحسب عدد السجاير اللي أنا باخدها في اليوم نسبة النكوتين اللي فيها قد إيه وبجيب كمية مضاهية لها أو أقل وببتدي أوزعهم بس عملياً أنا لما بيبقى معايا علبة سجاير ببقى شايف كم سجارة خدتها قدامي أربع خمس ست عشر أبينين في الفيب مش حاسب بقى أنا شربت قد إيه ده أنا مرة بسأل واحد بيقول أنا مسك هذي البزازة طالع داخل طب يبقى دي أصلاً مش وسيلة أن الواحد يبطل بالعكس ده يتزود الحالة الإدمانية أخطر لأنه ممكن قوي قوي لو هو خد عدد سحبات كتيرة أكتر من السجارة العادية تجيرونه بتصرع تركيز النكوتين العالي مرة واحدة ممكن يجي من روبوت سرع الحاجة التانية نفس الفكرة بيرفع له الضغط والكلام من ده ممكن يعمله جلطة في المخ يا ساتر طب يدكتور النهاردة اللي بيشرب سجاير وعايزة تنقل من مرحلة السجاير العادية للسجاير الإلكترونية هل دي وسيلة أو خطوة على الطريق ولا خليك في السجاير العادية بس ككلام نظري صح نظري احسب الكميات احنا بالنسبة لنا كلام مهواش لوجك عمليا يعني عشان تقوله مثلا خد 16 نفس في اليوم عشان يعادل كمية السجاير بتاعتك هو معقولها هيقعد يحسب أنا خدت نفسين هي مش هتتحسب بالنفس ولا بالكم مرة هي هتتحسب زي ما تعود على مسكة السجارة بين إيده بيتعود على مسكة الجهاز هي دي نفس الفكرة هي صحة هي تحولت برضو العادة إدمانية زيادة على اللي عنده بالزبط كده والمشكلة كمان إنه هو لما بيجي ينقص منه نسبة النوكتين ويلاقي نفسه مش مستطعم بيها قوي زي السجاير بيروح راجع للسجاير يعني فيه نسبة كبيرة من الناس بدأ بالفيب وبرضو رجع تاني للسجاير أو بقى أدمن أكتر الايكوس على أساس فيها التبغ كامل زي السجاير هو الايكوس دلوقتي الموضة الجديدة إنه لسه نازل بقى له فترة صغيرة واللي بيتقال عنه ده ما فيش مشكلة خالص فيه ده ما فيش مواد كميائية زي ما أنا بقول في الأول هو طبعا لأ